اقول لكم عدد المحترفين في الكاميرا المانيا فيها 113 كاميروني موزعين على كل الدرجات سويسرا فيها 69 فيها 64 لعيب في فرنسا في اسبانيا فيها 31 لعيب ايطاليا فيها 26 لعيب والبرتغال فيها 26 لعيب وبلجيكا فيها 22 لعيب ممكن اوصل بقى اعد معاكم الالف لعيب محترفين كاميرون فقط لغير تعال بقى نشوف على الناجريين 137 في المانيا البرتغال فيها 62 لعيب انجلترا فيها 48 لعيب السويد فيها 42 لعيب ايطاليا فيها 39 لعيب ملطا فيها 34 لعيب من ناجيري فنلندا 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 فيها 32 لعيب طب خد دي خد دي خد دي خد دي خد دي الهند فيها 31 لعيب من ناجيري محترف النرويج فيها 30 لعيب من نرويجي محترف 30 لعيب من ناجيري محترف مش هكمل لك بقى 137 في المانيا الهند السويد ملطا برتغال بلجيكا ايطاليا وهكذا سياسة صناعة الية حط نظام انسى الانتخابات انسى الاصوات حط نظام عشان تنجح حط سيستم حط رولز خط قرار واحد متاخدش قرار الصبح وبالليل تلغيه ايوة عندنا مواهب اعمل نظام بطولة صح اعمل نظام دوري صح اعمل مسابقة صح اعمل مسابقات نشئين صح اعمل مهرجانات البرائم صح ملاعبك فالنهاردة عندك بنية تحتية ما ينفعش الاشبال يلعبوا في الملاعب اللي كنت بزيحالكوا طول السنة ما ينفعش دول لازم لازم يبقى لهم احسن ملاعب لو واحد كان عرض ملعب من الملاعب بتاعت الولاد الصغيرين في المؤتمر يعني ده كان ممكن مش عارف يحصل في ايه بالمقارنة باللي بيحصل لانه اللي حصل عندنا من طفرة ملاعب وبنية تحتية غير عادية